اشتركوا في القناة من خلال حضوري في برامج متميزة على رأسها برنامج ديكريبتاش عرفت جمال براوي يتسع صدره للاختلاف والرأي لآخر كان رجلا مقتنعا بالديمقراطية مقتنعا بالتعددية مقتنعا بكل الاختلاف إلا فيما يتعلق بالتوابط الوطنية أو الوحدة الترابية فكان جمال براوي واضحا طبعا تكوين ديكس جمال براوي السياسي المنحاز إلى القضايا الاجتماعية والعدالة الاجتماعية بحكم انتمائه اليساري وأيضا إلى تكوينه الاقتصادي قليل من الناس من يعرف أن جمال براوي رجل تكون في بيئة اقتصادية مالية وبالتالي تحليلاته كانت تدافع عن حياة كريمة للمغاربة كان رجولا صلبا في مواقفه ولكن شهما أيضا وعنيدا في الدفع الرأيه لكن ما احترام أرى الآخرين والذي لا يعرفه الكثير هو أن رصيد جمال براوي من التقاف الشعبية المغربية ومن الزجل المغربي الكثير أبهرني يوما في سرد قصائد طويلة وجميلة للملحون وأيضا كان وفيا لمدينة مدينة أسفي أتمنى أن ترد له بعض الجميل فما أتحت فرصة لجمال براوي رحمه الله إلا وأتنع على هذه المدينة فهذا من الأوفياء لموطنه ومسقط رأسه هذا يوم حزين في حياتي فقد فقدت ساق ضيقا عزيزة اشتركوا في القناة